بسم الله الرحمن الرحيم أهل بكم وعنظر المشاهدين إن شاء الله تكونوا بخير ربه وسعادة الفيديو اللي قدامنا ده بيوضح للحداد إزاي بيبدأ يزبط الكنات بتاعة العمود بتاعه سواء كان بعيون على حسب طبعا المخطط اللي موجود عنده على حسب توزيع الأسياخ في الكنات طبعا هو الأشاير دلوقتي موجودة عندك بيبدأ يحط عدد الكنات المفروض تتحط في العمود طبعا تبقى للجدول وطبعا بيكون فيه تكسيف للكنات من الجزء الأعلى ومن الجزء الأسفل طبعا تبقى للمخطط وطبعا لرؤية المهندس أول كانة بتتحط طبعا بتكون على بعد خمسة سنتي من الأرضية الخرصانة القفل بتاع الكنة أو اتجاه القفل بتاع الكنة بيكون تبادلي يعني ما ينفعش تعمل قفل الكنة كله في اتجاه واحد لازم يكون واحد يمين واحد يصار واحد يعني بيقوله عكس زي بيقوله عكس عكاس كل دي اشتراطات لازم تتأكد ان كل الحديد اللي موجود وبيتثبت في الكنة زي ما احنا شايفين كله جاي على الزاوية بتاعت الكنة ما يكونش بعيد عن جوانب الكنات يعني لازم تتأكد اللي هو بيربط العمود مظبوط الحديد مظبوط في جوانب الكنة يتأكد من تقسيط الكنات كل 10 سنتي كل 20 سنتي كل 15 سنتي طبقا للمخطط بتاعك زي ما احنا شايفين في الفيديو اللي قدامنا دلوقتي طبعا ما تسمحش للنجار طبعا لما فيه كان المفروض بتحط ساعة الصبة عشي تأكد ان الاشيار بتاعتك طلع مظبوط اعدادها طلع مظبوط اتجاهاتها طلع زي ما تكونش مائلة معاك طبعا ما تسمحش للنجار ان يقفل العمود بتاعك اللي بعد متأكد من استلام حديد الاعمدة مظبوط زي ما احنا قلنا عدد الاسياخ هل القطرة مظبوط ما فيهش اي مشاكل فيه عدد الكنات في المتر تكسيف الكنات في البداية وفي النهاية تبقى لرؤية المهندس الكنات تكون تبادلية لازم تحط بسكوت مظبوط تتأكد سمك البسكوت طبعا لازم بسكوت بيتسبت في الكنة عشان الكنة دي نهاية الحديد الموجود عندك لازم بعدك بعد كده تقوم سامح للنجار اللي هو يبدأ يقفل الاعمدة بتاعته عن طريق الزراجين او عن طريق الطايرود حسب المقاسات وكلمنا في حلقات عليها قبل كده فلازم يقوي العمود مظبوط زي ما احنا شايفين خد بالك كتير بتبص بتلاقي المربيع اللي بتيجي بتكون منحنية او بتكون مقوصة حاول دايما اي عمود اي مربوع بيكون منحني او بيكون مقوص انك تستخدمه كطفشة او تستخدمه كجزء خدمي ما يكونش اساسي عشان ما يبوز لكش الشغل بتاعك تمام وانت شغال بتثبت عليه البلاي وود فاي مربوع تلاقيه فيه انحناء فيه شيء رجعه على طول او زي ما احنا قلنا استخدمه في شيء غير زي ما يقوله اساسي عندك عشان ما يحصلش اي مشاكل وانت بتصب العمود بتاعك وانت بتخشب العمود بتاعك زي ما احنا شايفين طايرود مصبوط مربوط مصبوط العمود متقوي مصبوط لو عندك اشاير مثلا لجدران مصعد لازم تتأكد ان الاشاير مصبوطة ومربوطة في الحديد اللي هيتركب بطريقة سليمة ما تكونش بعيدة عنها وكل شيء يكون زي ما يقوله تحت السيطرة فاتمنى ان شاء الله تكون استفدته من طريقة استلام حديد الاعمدة وما تسمحش للنجار انه يقفل العمود الا بعد ما تستلم الحديد واشوفكم بخير